اشتركوا في القناة من القارة الاسيوية ولكن من بعد اكتشاف اهمية هذه الحبوب وتأثيراتها الاجابية على الجسم فقد اصبعت منتشرة في جميع انحاء العالم حيث انها تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تفوق تلك الموجودة في اللحوم بالاضافة الى العديد من الاملاحة المعدنية والفيتامينات وفي هذا الموضوع سوف نركز على اهمية هذه الحبوبة للنساء فوائد فلاصوية للمرأة هناك العديد من الفوائد لحبوب فلاصوية على النساء والتي يمكن تلقصها في النقاط التالية تنصح السيدات اللواتي بدأنا بمرحلة سن الياس من تناول فلاصوية وذلك لانها تخفف من حدة العراض المصاحبة لهذه المرحلة واهمها اضطرابات النوم والقشعريرة بالاضافة الى الشعور بارتفاع حرارة الجسم الحفاظ على التوازن النفسي للمرأة والتقليل من العصبية خاصة في فترات ما قبل الدورة الشهرية او من بعد انقطاعها المحافظة على صحة ونظورة البشرة ووقايتها من التأثيرات الخارجية السلبية حيث انه يعمل على علاج الطفح الجلدي والحبوب كما يجعل البشرة مشركة وذلك من خلال مسج الصوية مع القليل من زيت اللوز واللبن الرائب وتطبيقها على الوجه تحتوي حبوب الصوية على العديد من المواد التي تشبه في عملها الهرمينات النسائية مثل الايزوفلافين والدياديزين بالاضافة الى الجنسنج وهرمون الاستوريجين النباتي والتي تعمل جميعها على حماية الرحم والثدين في المرأة من الاصابة بالالتهابات او الاوروما الخبيثة خاصة في بطنة الرحم والثدين تتعرض المرأة خلال فترة حملها او انقطاع الدورة الى نقص في مستوى الكاليسيوم الامر الذي يجعلها عرضة للاصابة بها شاشة العظم او مشاكل الاسنان ولكن تناول حبوب الصوية من شأنها ان تقوي من العظام وحمايتها من الترقق امداد الجسم بالطاقة والحيوية بشكل عام وخاصة في فترات الحمل الاولى وفي الايام العادية حيث اثبتت الدراسات بان النساء اللواتي يتناولن الصوية في نظامهن الغذائي يكون اكثر صحة من اللواتي لا يتناولن حبوب الصوية تسعى العديد من النساء الى المحافظة على شكل اجسامهن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم وخاصة من بعد الحمل والولادة لذلك ينصح بتناول حبوب الصوية والتي تحتوي على نسبة عالية من الالياف والبروتينات التي تتشابه في تركبها بالبروتينات الموجودة في اللحوم الحيوانية وبذلك فهي تمنح الجسم الاحساس بالشبع لفترة طويلة الامر الذي يقلل من كمية الوجبات المتناولة خلال اليوم والذي سوف يؤدي الى فقدان الوزن التقليل من نسبة الدهون الضارة والكوريسرول في الدم الامر الذي يؤدي الى الوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية الوقاية من الاصابة بالتهابات الكلا والجهاز البولي بالاضافة الى تقليل الخطر من الاصابة بمرض السكري وضغط الدم والله تعالى اعلى واعلم اتمنى لكم الصحة والعافية لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم يا كل اشعارات القناة